بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد النجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو 13 من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كل ما يتعلق بتنسي المقاطع من إعداد أستاذ ياسر محمد النجيب في البداية احنا قاعدنا مقاطع مسبقة من موقع ناسا بالعربي ومن موقع ناسا على أساس نأخذ مقالات جاهزة ونعرض عليها معلومات نقدر ننسقها ونشرح عليها ازاي نقدر ننسق المقاطع في البداية خي همنا بقادينا نعمل محاذاة للمقاطع حاليا هتلاحظوا حضرتكم لما احنا نصغر الصفحة ان عندنا مقاطع بالعربي ومقاطع بالانجليزي طيب أنا دلوقتي في وجود مقطعين واحد بالعربي واحد بالانجليزي هنا اصبح لزامن علي اني اراعي التنسيق بتاع اللغة العربية والتنسيق بتاع اللغة الانجليزية قبل كده أنا كنت ببدأ اني اشتغل على الهوامش بتاعتي عن طريق اني اعمل تزليل للملف كاملا بالكنترول ايه وبعد كده اعمل كنترول شفت يمين فبيبقى كل الكلام اللي موجود عندي في الملف بتاعي موجود بالشكل ده ولكن لما انا هاجي للكتابة الانجليزية ده هيعمل لي مشكلة طيب علشان احل المشكلة ديت هخلي الجزء اللي باللغة العربية معمول له كنترول شفت يمين فهتبقى الهوامش بتاعته من اليمين بالنسبة للجزء اللي موجود باللغة الانجليزية هظل له وهدي له كنترول شفت شمال فهتبقى الهوامش بتاعته بدقة من الشمال يبقى انا كده هبدأ بقاني اعمل اللغة العربية بهوامش من اليمين للشمال وهبدأ اعمل اللغة الانجليزية ومقاطع اللغة الانجليزية بأنها بدقة من الشمال الى اليمين طيب دي اول جزئية لازم تاخد بالك منها في تنسيق المقاطع طيب بالنسبة للجزئية التانية انت هتهتم بأنك تاخد بالك من خيارات الخاصة بمحاذاة المقاطع على سبيل المثال انت المقطع ده المحاذاة بتاعته للي اليمين لا المحاذاة بتاعته للشمال في حالة لهو كان مقطع مثلا للغة الانجليزية طيب المحاذاة بتاعته هاخدها كتوسيط في حالة العنوين طيب انا دلوقتي لو تلاحظوا بأن نهاية السطر بتاعي معمولة بشكلها ملي مفيش سطر ماشي مع السطر التاني طيب احيز كل السطور تمشي مع بعض هعمل ايه هتيجي من خلال الشكل ده وتضغط على المحاذاة من الجنبين فهتلاحظ بأن الكتابة ظهرت بالشكل ده طيب لو احنا كبرت دلوقتي العرضة هتلاحظ بأن في مشكلة حصلت في الملف لاحظت ان احنا لما كنا عاملين المحاذاة لليمين كان الوضع بالشكل ده في بعض الكلمات بحسبة أنها تنتهي في نفس السطر ولكن في كلمات في نهاية المقطع اخدت السطر كاملا زي ما انتم ما تلاحظوا طيب ديت هتعمل فيها ايه هتيجي بكل بساطة عند نهاية المقطع او هتضغط على اي حتة في السطر وبعدين تضغط زرار اند وبعد كده هتضغط على انتر مجرد ما تضغط انتر هنا بديبدأ يظهر المقطع بتاعك بشكل طبيعي جدا وبدون اي مشاكل هاجي على نهاية المقطع بتاعي وهضغط على انتر طيب ايه اللي بيعمل المشكلة دي اللي بيعمل المشكلة دي بأنك لما الكتابة بتاعتك بتكون موجودة كده خاصة النصوص اللي انت بتكون ناقلها من مواقع او من اي حاجة لما النص ده بتضغط على زرار الانتر لما تيجي تعمله محازن من الطرفين هتلاقيه طبيعي طيب امت بيظهر بالشكل الهمجي ده لو انت تغط على شفت انتر هتلاقيه ظهرلك بالشكل ده عشان تحل المشكلة زي ما اتفقنا بأنك تيجي على اخر المقطع وبعدين تضغط انتر فهتتحل المشكلة بتاعتك طيب نفس الكلام في المقاطع الاجنبية هتقدر بأنك تديها محازن من الطرفين فهيبدأ انه يزبط لك ان كل السطور تبان بشكل منسق وبشكل جميل افضل من التنسيء العشوائي اللي هتلاقيه موجود جوه طيب حوالي خمس حروف او مسافة بدأة في بداية كل مقطع هعملها ازاي ديت هتظلل المقاطع اللي انت عايز تعملها لو انت مثلا عندك كزا مقطع هتظلل المقاطع اللي انت عايز تقدم فيها الفكرة ديت بعد كده هتتحرك المؤشر اللي فوق مش هتحرك الاتنين لا هتحرك المؤشر اللي فوق فاصبح هنا عندك المسافة البدأة من كل مقطع هتلاقيها بشكل طبيعي بدأت مش من بداية السطر ولكن من بداية مسافة من السطر طيب الحل التاني انك تقف عند بداية المقطع وبعد كده تضغط على زرار التاب فهيبقى في مسافة ثابتة موجودة عندك هنا طيب ديت المسافات البدأة اللي موجودة عندك في خيارات في المقاطع تقدر تستفيد منها على سبيل المسال هنتعرف على القيمة الخاصة بالمقاطع اللي انت تقدر تفتحها من السهم اللي هنا تقدر بأنك تعمل مسافات بين المقاطع وتعمل مسافات فوق المقطع أو بعد المقطع على سبيل المسال هنا ضبط الافتراضي الخاص بالبرنامج بأنه يسيب مسافة في نهاية المقطع المسافة ديت تقدر ب8 نقط لو انتو تلاحظوا في التزليل في مساحة هنا ضايع عندي المساحة ديت تقدر بأنك لو انت خلتها صفر انك تضايع المسافة ديت وتستفيد من المساحة ديت لو انت عايز تكبرها تقدر تكبرها بشكل طبيعي هو بيكبرها بأرقام محددة لانت تقدر بأنك تتدخل بلكتابة الرقم اللي انت عايزه بالزبط فيقدر البرنامج يساعدك عن طريق تقديم الحاجة اللي انت عايزه طيب انا دلوقتي هنلاحظ في المقطع في الوسط بأن المقطع موجود عندي بالشكل ده وفي مسافة بسيطة تقدر ب3 نقط في نهاية المقطع ده ومسافة بسيطة تقدر ب3 نقط في نهاية المقطع ده طيب انا عايز ازود المسافة ديت واخلي بأن في مسافة في بداية كل مقطع لاحظ المساحة المتظللة لو احنا زودنا المساحة فوق الى 8 علشان يكون رقم ملحوظ هتلاحظ بأن المقطع اللي قبله مقطع زادت فيه المساحة بشكل ملحوظ المقطع الاوليني ما بيتطبقش على الكلام ده بيتطبق الكلام ده على المسافات بين المقاطع التانية طيب انا دلوقتي عايز اتلعب في المسافة اللي ما بين المقاطع تقدر بأنك تتلعب في المسافة اللي ما بين المقاطع عن طريق التحكم في line spacing تقدر بأنك تستخدم الملتبل وتكبر القيمة اللي موجودة او تصغرها تقدر تستخدم single بحيث بأن single هتبقى ماشية مع الخط بتاعك فالتجبير بيحصل مع الخط بتاعك بشكل تلقائي وتقدر تستخدم exactly انك تقدر انك تدخله قيمة محددة بتطلب منه بأنه هو ده المسافة اللي تبقى موجودة ما بين السطور لاحظ السطور اللي داخل المقطع الواحد الجزئين دول خاصين ببداية المقطع ونهاية المقطع بس طيب لاحظ السطور اللي موجودة في المقطع الواحد هنا هتلاحظ بأن السطور ديت هتكبر زي ما هو موجود عندك في المعينة تقدر تجرب كل حاجة موجودة عندك في المعينة المسافات اللي انا انصح بها دايما انها تكون 17 تكبر المسافات ديت في بعض الحاجات اللي انت هدفك بأنك تكبر فيها المساحة للطالب اللي هيقرأ الملف ده او للشخص اللي هيقرأ الملف اللي انت بتكتبه تقدر انك تصغرها انصح دايما ب17 فما فوق في حالة ان انت كنت بتستخدم خط 14 مثلا تستخدم 17 نقطة بالزبط طيب انا دلوقتي عايز اخلي المقطع اللي في النص يبدأ بشكل مختلف عن المقطعين اللي قبله على سبيل المثال ان ده مقطع زي ما بيتكتب في الجرائد بعض العبارات او بعض الاقتباسات اللي هما بيقدموها هنبدأ اننا نقدم ده كحبارة تكون لها تنسيق خاصة عن التنسيق اللي قبلها هضغط على المقطع هبدأ اني اتلاعب في الجزء اللي في الوسط على سبيل المثال لاحظ هنا بان المسافة دي بتدخل انا احط هنا سنتي من على اليمين واحط سنتي من على الشمال هتلاحظ بان المقطع ده اتاكل من الطرفين تقدر بانك تدخل بالتعامل اليدوي في ضبط الحاجة دية عن طريق بانك تظل المقطع وتغير المسافة اللي انت عايزها هنا بشكل يدوي بحيث بانك تحقق الشكل الجمالي اللي انت عايزه توصله للقارئ بتاع ملفك او مستخدم ملفك تقدر بانك تتعامل هنا عن طريق الجزء ده او عن طريق الجزء ده ده التعامل من الطرف اليمين وده لأكل المسافة من الطرف الشمال يبقى انت دلوقتي تقدر تعمل الخطوة دية من خلال تلات اماكن المكان الاول القايمتين دول اتبعد ما بين المسافات بتاعت المقطع من القايمة ديت لو انت عايز تتعامل بشكل يدوي عن طريق تضليل المقطع والتعامل من العلامات الموجودة عندك في المسطرة لو انت عايز تتعامل عن طريق القايمة هتضغط على القايمة وتظهرها في اضافة ممكن تستخدمها انك تستفيد من المساحة اللي موجودة عندك انك ممكن تظلل اي نص وتبدأ انك تعمله مساحة حواليك مربع تقدر تعمل الحدود ديت لاي عبارة انت عايزها او لاي مقطع انت عايزه ولكني مش من الناس اللي بتفضل استخدام الاسلوب ده في الكتابة ولكن في النهاية الاسلوب اللي انت بتكتب به الملف بتاعك حرية شخصية خاصة بيك احنا بنقترح على حضراتكم اه فكرة اه بقترح للفكرة ديت بقاننا نستخدم احنا هنشرحها بعد كده في فيديوها تالية باذن الله اه ولكن اه في النهاية انت عايز تلغي الحدود ديت تقدر بقى انك من خلال الجزء الخاص بالبردرز بقى انك تلغي الحدود وتقوله انا مش عايز اي حدود على النص ده ده الفكرة اللي موجودة عندك لو انت عايز تعمله حدود من نوع مختلف تقدر بقى انك تدخله على البردر هنا وتختار اللون اللي انت عايزه والشكل اللي انت عايزه للخط على سبيل المثال الشكل اللي قدامك هنا آآ بكده نكون انهينا كل ما يتعلق بتنسيق المقاطع آآ شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى اشتراككم في القناة